ألف الحالات لا تزلوا تنتظروا دورها لزراعة الكبد التي أصبحت شبه متوقفة بالجزائر ما جعلت حيات هؤلاء المرضى مهددة المرضى التعايد زرع الكبد الكبد عنده سيروس أفونسي أطلع شخصها لطبيب التعايد قال لي في الساعة في أقرب وقت سكي فهدير باش تمشي للخارج هنا في الجزائر كانوا يزرعوا ومن بعد حبسوا هي 35 ألف دولار ما يقابل نقوله 800 مليون تعنا الجزائرية من بعد عاوت مورها شهرين ثلاثة عاوت تقايد بزا يدخل في غيب مدة أيام يكن قلوا لها مستشوى محمد بوضية في غيزان ومن بعد حالي معمقة ودرت لزانة لسواتي ودرت سقانر وقالوا لي بللي عندك الشريين نسد كشول تبلع عندي لفاريس في عرق تعدم اللي مؤدي إلى الخبيط مما أدى إلى إطلاف كل الخبيط نظرك أني محتاج مساعدة تقريبا من الدولة ومن طرف الشعب كما أقول لك في كل تالحالاتي أخطأش عندي زراعة الكبد والمبلغة تقريبا خيالي ما يفوق زج ملاير تقريبا أربع أو خمس عمليات كحد أقصى وما تجره الجزائر سنويا لعمليات زراعة الكبد تأخرون كذا المختصون سببه الأول غياب الإمكانيات والتكوين كون هذه العمليات جدو دقيقة ما كانش كان الحاجة كبدة حاجة قليلة بلاك ثلاثة أو أربعة في العام وهذا الشي غالنا نخدمه باش نديروا برنامج نديروا برنامج مع الأجنبيين باش يدربوا الجراحين والأطيبان تعنا وبالك منهم يأتيوا إلى هنا ثاني باش يعملوا الجزائرين لخدموا الخدمة هذه الميديسين كمبليكية هذه الميديسين لورد يحتاج إلى الكثير من الميين ويحتاج إلى تطبيقات لا نستطيع أن نتشاهد إلى 20 أو 30 سنويا لتطبيق هذه الميديسين توقف عمليات الزراعة بالجزائر أمر مقلق وخاصة زراعة الكبد التي أي تأجين فيها يشكل خطرا وتهديدا على حياة المريض